السلام عليكم ان شاء الله تكونوا كاملين بخير هنا كما تشوفوا جي الصيف وجي الوانو وجي حلوتو وجي وصفاتو انا اليوم هنا ان شاء الله اخترت لكم وصفة سهلة بزاف وخفيفة على طريقة الخاصة ان شاء الله تشوفوا كامل هاد الوصفات هما خاصة يعني انا اللي خدمتهم اه دخلت عليهم تعديلات وصورتو بيان لصلاد يعني الصلاتة والمشروب هدي يعني طريقة خاصة مية بالمية كي ما تشوفوا لانا اول حاجة درتها باش نوجي البوم دو تير ولا الباطاطا غليتها في ماء مالح وحاوت نخليها هكذا كبيرة كما تشوفوا باش من بعدها الماء ميدخلش فيها وتولي نشاوية يعني تولي بزاف طرية معمرة بالماء كي ما تشوفوا حطيت فيها الزبدة اضفت لها الزبدة بالكمية مليحة وعاود تفوتها هادا في البخيس بوم دو تير يعني في هادا باش تخرج لهم بعد دقيقة ورطبة كان يمكن ديريكتما انا نحطها هكذا في الاباراي انا نسيت اصلا بلي كان عندي تفكرتها عاود جبتها وعاود تحيت الباطاطا فيها هادا طريقة يعني هايلة جدا بفيها لفرمج لوالوب طريقة تقليدية طريقة عادية مبسطة حطيت فيها سفار بيضة بشن كولوري هاديك البطاطا تبدي اللون تحاوزي واحدة طعم تقول طعم تعليف فرم يعني طعم تعليف تعريف سبحان الله زي واحدة البنة هايلة اضفت لها شوية تعلي زبدة ومبعدها حطيت فيها شوية ملح شوية تعليف لكحل وهنايا انا نسيت ما حطيتش الفيديو اللي فيه شوية حليب اضفت لها شوية حليب وخلط الكل مع بعضها بهذا الشكل جاء ترتبة حطيتها بجهة بش من بعد نعود نسخنها ونعط لكم طريقة التقديم هنايا حطيت طماطم سخيرة اللي رحيتها مع شوية ثوم مع زيز زيتون وحطيت هذيك المرقز طاب عادي بش هو اللي بعدها نستعملوه كسوس لهذيك البطاطا تشوفو طريقة سهلة وكي تشوفوها بريزنطابل يعني كما يقولوك هذيك المثل اللي العين تاكل قبل الفم والله جات ما شاء الله ومن بعدها هنا نفوت بش نوجدلكم هذك المشعوب اللي هاي الصحي في نفس الوقت هنا الخيار نقصو على هذي الشكل كما تعرفو الخيار يعني فيه فوائد كبيرة بززاف وغني بالماء فيه تسعين بالمياتة عن نسبة يعني من نسبة الماء تسعين بالمية ويخفض حتى الالتهابات في الجسم ومن ملح البشرة يعني الناس اللي يكونوا عندهم متعرضوا للأشيات الشمس مجرد انهم يدخلوا للدار يحكموا للخيار يحطوا على وجههم سواء ترحيوه ولا يهزو ديروندال يعني ضوائر ويمسحو به الوجهه يخفض من درجة الحمارية هنا كما تشوفوا هنا تاني الليمون عندي زوج انواع الأخضر والأصفر ممكن تستعملوا نوع واحد انا هنا استعملتو للزوج انواع بش يعطيو لي يعني ضوق مختلف وفي نفس الوقت بش يكون الالوان مختلفة بعد بش نديكوري الجود تعنا ان شاء الله وبعدها نحكم زنجابيل تاني نفس الشي نقشروا هنا انا كان عندي زنجابيل طبيعي يعني بيو ما فيش مواد مضافة هنا بالنسبة للصيدخون نفس الشي لي شري صيدخون يعني ما يكونش ولا الليمون ما يكونش على باله وزع مالك انزادوا مواد الكيميائية هذيك ممكن يخسلوا بالماء والملح ويخليه مدنين قعوا مدة عشر دقائق ويستعمل القشارته عادي هنا استعملت تاني نصف فاحة واستعملت الفواكه هذيك الحمارة المختلفة المشكلة مختلفة كان فيها الفرامبواز وفيها الميرتي والكاسيس وكنت عصرت ثلاثة عصير ليمون كما تشوفوا اللي هنا حطيته في الوعاء وعندي هنا النعناء النعناء من استغنوش عليه النعناء هذيك هو اللي يعطي واحد طعم هايل وعندي هنا اترا ونستع المال كنت لما هذيك حطيتو شوية برد لازم نحطوي برد ما نحطش المسخون هنا نجيب لك غاف باش نحط فيها كامل هذيك اللي فروي كامل فواكه ونبعد حطيت عليه كيما تشوفو هنا الخيار نزيد عليه السيدخون حاول كل شي نخلطو مع بعضها ما كذا بشن بعده يبانو كي نحط عليهم الماء كامل يطلعو ويتخلطو قدما يقعد الماء هذا يعني في الفتلاجة قدما تكون نكهة تاع هذو كل الفواكه كامل تتشم وتعطي طعم زايد وحطت النعناء النعناء يجيبنين بزاف هنا يحطت هذيك السيرو دوكان بالنسبة كل واحد وشي حبيش يكون لا يكون حلو بزاف يزيد الكميات السيرو هنا وبعد استلمع وبعد تشوفو سبحان الله كيف تبدي اللون وكيف اشتعطي هذو كامل يطلعو التفاح يطلع الفوق هذو كل فواكه كامل يطلعو النعناء ويجيبن خطلط يعطي واحد المنظر هاي بعد تشوفو طريقة تقديم كما قلت لكم هنا نخليه في الثلاجة موضة ساعة حتى ساعتين ونديكوري بوحد الارندل ها قدال نفتحها ونديكوري بها لنفوق هنا نوليو الصالاتة بزاف هاي لا هنا يحطت زيت زيتون بيش نخدم لا سوس بيش نخدم السلسة لا فينيكوريت حطيت مرور صغيرة على مطارد زيت زيتون ملح وحطيت فيها الحبق بازيليك ولا غيحان حتى تكميه منيحه هكذا مرور صغيرة على القهوة وعصرت عليه نصف ليمونة كمشته كما تشوفو ندي كم العصير التعليمونة هذيك بهذا الطريقة انا نموت على الصلاتات الصلاتات في الصيف ناكل بزاف لصلاد وكل مرة نطلع يعني بفكرة هذي يعني صلاتة سيمة سبيسياليتي والله العظيم كل مرة نخلع بصلادات يعني متنوعة لانا نختار عهم ويجيوا هاي لين ونبقى نعودهم ديما الحاجة اللي مليحة في لا صلاد هذي انها فيها المالح والحلو هنا المكونات كانت عندي حبة عكيوي انا استعملت كيوي اصفر ممكن استعملوا للخضر تاني جي هايل كان عندي الفجل لغادي كما تشوفو هذي انقصتها هكذا الاربعة ومبعد ان كل واحد كما طائقة ليحب كان عندي طماطم فورماج ابيض جبن ابيض تكتوفوهم بعضا سهلة جدا ودي بنينة وقصيت فيها ارى قطع السلاطة الخضراء على هذي الشكل حطيت كل شي فلا صوس وحطيت معهم ثاني الخيار وخلط كامل في هذي اللاسوس ومبعد حطيتهم في وسط السحنا ومبعد اتشوفو لديكوراسيون الاخراء ديكور نهائي كما تشوفو هنا نحرك كامل السلاطة بيش تخل فيها هذي اللاسوس نجيب الفعل هاي لبنات عصيف الصيف ما نحبوش ناكلو بزاف الماكلة سخونة الناس بزاف يعني في البلدان هكذا اللي يكونوا فيهم سورة الامي التغاني اللي تكون فيهم بلاد البحر وكامل كما احنا في الجزائر نحبو بزاف اللي سلاط وعلي هذيك النوعو فيهم ان شاء الله يا البنات تجربوها ولا البنات ولا هكم تشوفو فيها كامل وتعجبكم هذي الوصفة ما تنسوش الجامع وابوني باش ان شاء الله ديما يوصلكم جديد نخليكم مع طريق التقديم وبالصحة ولهناء هنا كما شفتو هذيك الجوب نحطيتو على السطح ما خلطوش في الاسعلاد حطيتو غير على السطح ومبعدة زيت لينوا حكمت الجوز وفتتو هكذا وعطى منظر هاي اللي سلطة اني لازم يكونوا افكار حتى الجوز يمدي واحد الطعم هاي كيما قلت لكم بنات نخليكم بخير هناء نفوتو طريق تقديمو تشوفو بعدها هذيك الجو ولهذيك المشروب كفى جباهي معالا صلاد بلا ما ننسى اني جبت لكم واحد طريقة كفاش تقدمو الصلاة صالت الفواكه ولا الفواكه عامة انا كان عندي واحد دلع فيديتو ومبعد قلت اه على ما نديرش فيه الفواكه هو يعطي واحد المنظر هاي اللي كتشوفوه ان شاء الله سامبل غاي حفرتو نحيت منو هذيك الدلع وحطت فيها لحب الملوك الكارز ولا كما نقولو لي سوريز وحطت فيه شوية الفواكه واعطاه واحد المنظر هاي كيما تاع الفنادق ان شاء الله تعجبكم الوصفة اهنا يالا الصلاة هذي زينتها بشوية تعتفاح انتو ما ممكن حتى تقصوا فيها التفاح يجيبنين بزف يجي روعة وبالصحة ان شاء الله انتمنى انتمنى انهم هذو كامل الوصفات ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم وفي امان الله موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة